السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أصدقائي الأولى أنا مرحبا بمعرفة معكم اليوم في المساعدة للتفاق شكرا على العام الأول وأنا أتمنى أنها ستكون ممتعاة والتفاق إن شاء الله سنكون معكم في منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي وإن شاء الله سنحاول نعرف مع بعض سر التفاق اليوم سنحاول نحاول نتحدث في منهج اللغة الإنجليزية للتفاق وهي ممتعاة جداً عن شارلز ديكين ممتعاة لتفاقات والتفاقات والتفاقات طبعاً كلنا نحب القصص ومن أشهر الناس اللي كتبوا النافل هو كان شارلز ديكين لو إحنا نعرف طبعاً في الإنجليزية نمبر وان اللي هو التوب هو وليام شاكسبير ثم بعد ذلك يوجد شارلز ديكين يكون من الممتعين من الممتعين من الممتعين وكي؟ كان ممتع ممتعين من الممتعين عن الحقيقة لكي بإنجليزية في المستعددة عندما نشاهد الشارلز ديكين تابعاً دي واحدة من القصص المقررة عننا في أولى سنوي دي من تأليف شارلز ديكين عندنا كمان تابعاً دي من تأليف شارلز دي من أولى سنوات The vocabulary, the grammar points, and language functions. After that, we're gonna discuss some questions عشان تبقوا متطمنين إن شاء الله. وهنناقش بعض الأسئلة. أوكي بعد بنناقش الكلمات والgrammar والlanguage functions الوظائف اللغوية. هنناقش كمان أهم الأسئلة اللي ممكن تيجي في امتحان الصف الأول الثانوي. لأنه إحنا عارفين إن هو a little bit different from third prep. Okay, let's start with the vocabulary. Vocab one, that is novel. والنوفل هي long written story about characters and events that are not real. Take care, they are not real. لأن إحنا بعد كده ممكن نفرق بين الأوتوبايغرافي والحاجات دي اللي هي عن شخصيات فعلا حقيقية. لكن لحد دلوقتي لازم نعرف إن النوفل هي الكاركتر اللي فيها والإيفنس اللي فيها they are made up متألفين من الأوثر أو الرائتر بتعم. Vocab two is the word prison. و prison is a building where criminals are kept. Why? For punishment. So لو الناس بتعمل حاجة illegal غير شرائية أو غير قانونية لازم to be punished. هيتعقبو. طب يتحطو where؟ يتحطو in prison. So please don't make anything wrong otherwise you will be in prison. Number three, the word debt. و it's also a noun. Take care. خلي بنا أحبابي البنات والولاد في الصف الأول الثانوي. Debt, the B is silent. Okay? With the meaning of debt, that's money that you owe to someone. يعني دين عليك و عادة بيكون money. لازم بتردوه لشخص. انت مستلف منه. Number four, the word journalist. I think from the pronunciation you know the word journalist اللي هو صحفي. ودا someone who writes reports for newspapers, magazines, radio and also for television. Number five, character. و character is the person in a book, play or film. Okay? Character شخصية بتكون موجودة في مسرحية, في كتاب, في قصة. دي بسميها character. Number six, the word plaster that is noun also. The word plaster, احنا عارفين كلنا plaster اللي هو ليها more than one meaning. ليها أكتر من معنى. والplaster اللي هو اللي احنا متعرفين عليه قبل كده. اللي هو اللي بيتحط على الجرح. لكن هنا النهاردة we have a new meaning for plaster. Plaster is a substance used for covering walls and ceilings to give them a smooth surface. يعني عادة واحنا بنشطب بيتنا. بنعمل السقف والحيطان الاول بlayer. بنعمل طبعا كزا layer. الطبق اللي قبل الاخيرة بتبقى عبارة عن plaster. Plaster اللي هو gips. لازم نتأكد انه السورفس بتاع الحيطان والسقف والحاجات دي تكون very smooth. نعمة جدا بعد كده نبدأ نحط البنت بتاعنا. فالطبق اللي قبل الاخيرة دي بسميها plaster. Okay? Number seven, the word employer. employer. Employer اللي هو صاحب العمل اللي أنا بشتغل عنده او ممكن يكون person or company that pays people for work for them. يبقى اللي هو مسؤول عن انه بيشغل الناس وبيتفعلهم أقرهم. دي بسميه employer. طيب والموذب بقى نفسه بسميه employee. Okay? Number seven, let's move to number eight. That is truth. Truth is a noun that means the real facts about something. The real facts about something اللي هي الحقيقة. ودايما خلي بالكو بنيجي ما بنستخدم معها الverb tell. Tell truth. Tell truth. Number nine, that is as you can see in the pictures, that is cricket. cricket. Cricket is a noun for an insect. It's jumping insect which makes a loud noise. Especially at night. Cricket. Number ten, the word choice. Choice اللي هو option او اختيار. زي ما احنا يعرفين كلنا السؤال اللي احنا متعودين عليه. Choose the correct answer. الكلمات اللي بتبقى between brackets دي باسميها هي الاختيارات بتاعتي. طب هلي الاختيارات بتاعتي. طب هلي الاختيارات دي دايما بتكون words؟ لا. بنقول when you choose between two or more actions. People. أو زي ما قلنا between brackets بتكون words. Number ten. Number eleven. The word moral also. noun. والمورال احنا بنقول كلنا النهاردة عن شارلز ديكنز وهو كتب novels. اي نوفل او اي ستوري المفروض ان احنا بناخد منها مورال. مورال اللي هو درس اخلاقي او صفة كويسة احنا بنتعلمها او درس من النوفل او الستوري. A lesson. To be learned. Of course from the story. Number twelve. The ceiling. The ceiling. Yes. As you can see in the picture. The ceilings اللي هي الاستاف. وعادة بكون جامع. وبنقول او بنستخدمها كده على بعضها. The ceilings are. The ceilings where. Okay. So the ceilings are the inside parts. Or surface of the top part of a room. Take care the inside part. The inside surface. لاني لو قلت الاوتسايد هيبقى ايه؟ هيبقى roof. Okay. هيبقى the roof. Number thirteen. The word cracked. As you can see when something broken or dry that goes cracked. Cracked. Cracked يعني damaged with thin lines on its surface. يعني متحطم وفي lines كده او شروخ. Okay. Being surface. على السرفس. على السطح بتاع. Number fourteen. And all of you ان شاء الله will be rewarded. على سر التفوق. بعدما تعرفوا سر التفوق ان شاء الله وتبقوا متفوقين. You will be rewarded. يعني that means gave something good to someone for something they did. وطبعا أكيد they did something good. Okay. Type. Rewards can be a certificate like this one. A certificate. Can be a gift. Can be a cup. And can be just to write nice words for people after good work. And say thank you very much. Good job. So you give them a good reward or a reward for good work. Number fifteen. The opposite. Fail. Also is a verb. But it is to be unsuccessful. يعني بعد الشرع على حبايبي طلاب أول سنوي. Fail بمعنى يرصب أو يفشل في شيء معين. To be unsuccessful in doing something. Belong. Can you see this nice car? If I say this car belongs to me. That means I owe it. Or it's owned by me. بمعنى ينتمي إلى. بمعنى ينتمي إلى. يبقى ownership ملكية. وبقول مثلا. It's my own car. It's my own car. It belongs to me. It belongs to me. Number seventeen. The word hearth. Hearth. ودي كلمة موجودة في reading بتاعنا. أو ال story أو نوفل اللي موجودة معنا. في unit 2. اللي هي the cricket on the hearth. Hearth اللي هو place. اللي around the fire place. Fire place اللي هو الدفاية أو المدفاقة. المكان اللي بيبقى فيه fire. بنولع فيه fire عشان in winter. To be warm. المكان بقى اللي around the fire place. ده بنسميه hearth. بنسميه hearth. عشان تفتكر. تفتكر the word heart. Heart. لما بزود عليها h فبتبقى hearth. The same pronunciation. Now we will move to the grammar points. We have very simple tense today. Tenses today. Yes. That is the past sample. Past continuous. And past perfect. In unit 2. You have a good idea with Mrs. Iman Fawzi about the past sample. But let us have a look also on the past sample. We use the past sample. Remember my car very well. Remember my car. We will use it many times. Okay. We use the past sample to talk about completed actions in the past. Completed actions in the past. يعني حدث. حصل وخلاص وانتهى في البست. في الماضي. زي ما قلتلكو. I bought this new car yesterday. خلاص. It's over. أنا اشتريتها وخلاص. بنستخدم البست سامبل في ايه كمان. To express repeated actions in the past. يعني أنا كنت متعود بعمل حاجة معينة كل يوم في الماضي. بس خلاص ما بقتش عاملها. بس no problem. عشان أعبر أنا كنت بعمل حاجة دي في الماضي بشكل repeated متكرر. فبستخدم البست سامبل. نشوف الاكزامبل بتاعنا. When we were in Alex. We went to the beach every morning. Here the word every morning. زي اللي بنستخدمها في ال present sample. بس إحنا هنا بنقول إن هي حاجة كانت repeated action. كان repeated. بس in the past. Yes. Right. Okay. The second tense is the past continuous. The past continuous برضو حاجة كانت بتحصل in the past. بس كانت in progress. كانت مستمرة في وقت معين في نقطة معينة في الماضي. يعني مثلا yesterday at six o'clock. Remember my car again. At six o'clock or at seven o'clock. I was writing the contract of this new car. مبارح الساعة سبع أنا كنت بكتب العقد بتاع العربية الجديدة. ده شيء فعلا خلص وانتهى. لكن هو كان مستمر في نقطة معينة في الماضي. فما ينفعش استخدم بس past sample. لازم استخدم past continuous. طيب من ال observation بتاعتنا. I was writing the contract. I was writing the contract. لو نلاحظ هنا عندي ايه عشان اكون ال past continuous. عندي was. عندي ايه كمان؟ Writing. حبيبي دايما نخلي بالكو اي tense في verb plus ing او بنسميه الجيراند. لازم يكون continuous. يعني احنا اخذنا قبل كده مثلا am or is or are plus verb plus ing. اول ما نشوف ing او الجيراند خلص it's continuous. بس هتفرق بقى معايا في verb to be. يعني هنا verb to be was بقى past continuous. لو verb to be am or is or are بقى present continuous. كنتينيوس اوكي. يبقى احنا بنكون past continuous. بستخدم was. هنا بستخدم was plus verb plus ing. هل كل الجمل كده؟ لا. according to the subject هنا عشان the subject هنا i فاستخدمت was. لكن افرض انا كان جايلي they. في الحالة دي مش هقول they was. هقول they were plus ing. we هقول that we were. اوكي. يبقى لما يكون بكون past continuous بستخدم was or were according to the subject. بناء على الفعل. وبعد كده بستخدم verb plus ing خلص بقى continuous. اوكي. فيه كمان use تاني لل present continuous. اقدر استخدمه هو. والpast. سوري استخدم تاني لل past sample مع past continuous at the same sentence. اقدر استخدمهم في نفس الجملة. ليه؟ we use the past continuous with the past sample to show that a shorter action happened during another longer action. معناه ان كان في فعل مستمر في الماضي. واسناء ما كان الفعل ده continuous او in progress في الماضي. حصل اكشن كده اصير. وخلص. والتاني فضل مستمر. يعني لو بصينا كده على البكتور الجميلة اللي عندنا هنا هنلاقي ان هما they were playing football. اوكي. والوتر دي معناه ان كان فيه raining قبل كده. طيب نكون ازاي الاكشن ده. هقول. while we were أو they were playing football a trend. وهما بيلعبوا football. اوكي. ده كان something continuous في الماضي. اللي حصل. حصل. a trend. يبقى عندي فيه longer action. اللي هو الحدث الاطول. بتديله past continuous. اللي هو were playing. الحدث الشورتر. الاقصر. بتديله past sample. sample. اللي هو a trend. اوكي. بعد كده عندنا التنسة التالت هو the past perfect. the past perfect. we use the past perfect to show that an action was completed. الله طب ما احنا قلنا كده على past sample. ايه بقى ايه اللي خليني استخدم past perfect كمان ما هو completed. لا. before another action in the past. يعني انا عندي حدثين. two actions. وهما الاثنين completed or finished in the past. لكن انا بعمل sequence. او ordering. للاكشن بتاعتي للاحداث. فباشوف مين action one اللي حصل. وبديله past perfect. وايه action two اللي حصل. وبديله past sample. نشوف مع بعض كده في الاكزامبلز. برضو my nice car. after i had paid money. i took the new car. بعد ما دفعت الفلوس انا اخدت العربية. بقى the sequence. لازم امشي كده بالترتيب في الاحداث. في حدث حصل action one. انه انا i had paid the money. action two. i took the new car. اوكي. so here after i had paid. هنا لو لاحظنا. ال past perfect اللي هو اكشن وانخد ايه. اكسلن. خد had. plus paid. اللي هو ال past participle. past participle. طيب واكشن تو اخد ايه. اخد talk. اللي هو ال past sample. اوكي. اللي هو second form of the verb. تمام. كمام بنستخدم ال past perfect في use تاني. to show that an action was completed by a certain past time reference. يعني لو انا عندي كلمة by. اوكي. والديلي time معين في الماضي. انا خلصت فيه ال action ده. على طول يبقى هو بيوجهني باستخدام by بالذات. ان انا هستخدم ال past perfect. لانه مديني time reference. اشارة للزمن اللي خلص فيه ال action. لو بسيطوا على ال dining room الجميلة دي. لسه الكاربينتر مخلصها. اوكي. فهنقول. باي last month day. لسه يوم اللي اتنين اللي فات. اوكي. او يعني اما جيه يوم اللي اتنين اللي فات. باي last month day. the carpenter had finished the dining room. يبقى انا هنحددت ال point of time. او ال time reference اللي خلص فيه ال action. يبقى by على طول بياخد past perfect. had plus the past participle. زي ما احنا عارفين انه انا عندي حاجة اسمها ال past sample وال past perfect. ال past sample باخد second form. وال past perfect باخد فيه past participle اللي هو التصريف التالت. طيب. هل انا اقدر استنتج انه كل التصريف التاني والتالت زي بعض. يعني مثلا انا عندي هنا في ال paper هنا. اوكي. اوكي. انا عندي هنا ال verb play. ال past بتاعته played. وال past participle. وال past participle برضو. اوكي. played. تمام. طيب. the verb see. هل لاقين ال past بتاعها so. وال past participle بتاعها seen. اوكي. طيب. اوكي. 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 يبقى انا هنا عندي لو انا حطيت لل verb ed. ده بسميه انا عندي two kinds only of verbs. لو انا عندي اوكي. 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 انا عندي two kinds بس of verbs. اوكي. 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 put put put. ده برضو irregular. لان ما اخدش ed. كتاب student book بتاعك. زريف جدا. the last page. اخر page خالص. هتساعدك انك تذاكر او تلاقي اي verb انت عايزه. ال page اللي هي page 136. the last page. اخر صفحة في كتابك. هتلاقي فيها زي ما انتو شايفين البكتور دي. موجود فيها most of the irregular verb. معظم الافعال غير المنتظمة اللي انت هتقدر ده قبل. لو اي حاجه شاكك فيها. بتبص كده عليها وتتأكد منها وتستخدمها. لانه اهم حاجة ال practice. زي ما احنا عارفين انه الانجلش ده language. وany language need to be practiced. كل ما اعمل practice اكتر. كل ما ها acquire اكتر اللغة. هي لغة اكتر منها مادة. فلازم طول الوقت استخدم ايه الانجلش. خصوصا في الانجلش كلاس. مع اخواتي اللي يقدروا يكلموا انجلش زي. مع اي حد اعرف ان هو بيقدر يتكلم انجلش. فعلى طول ياريت نعمل practice. لانه زي ما قلنا في الاخر هي language. اوكي فالصفة دي ان شاء الله هتساعدكم. طيب بعد كده ننتقل للنقطة التالتة في اليونت بتاعتنا النهاردة. اللي هي language functions. language functions بتاعتنا النهاردة. اللي هي asking for clarification. لما انت بتتكلم مع احد سواء face to face. او on the telephone او كده. ممكن you don't understand him. ممكن you can't hear him. او you can't hear his voice. او you didn't. او you don't get the meaning. متقدرش مسلا تبقى فهم هو قصده ايه. فانت بتسأل for clarification. يعني بتطلب منه توضيح اكتر. طيب اعملها ازاي دي. و in polite way. تكر لازم we must be polite. امشور ان حبيبي الولاد والبنات في اول سنوي. ان شاء الله كلهم polite. لكن عشان نستقل clarification in a polite way. فبقول I don't understand. Can you say that again. Please don't forget please. اوكي. I don't understand. Can you say that again. اوكي. مش فهم المعنى. بعد كده ممكن لو انا برضو بتكلم مع حد. وعايز اعرف more details. فبقول Oh then what happens. وبعد كده هيحصل ايه. او حصل ايه او بيحصل ايه. يبقى انا باسك for clarification. توضيح or more details. او تفاصيل اكتر عن الكلام. طيب لو انا حد قال لي I don't understand. Can you say that I can please. زي ما هو سأل politely. انا كمان لازم اجاوب politely. yes. فانا هقول sure. what I mean is. وابدأ اعمل clarification لكلامي. انا اقصد كذا وكذا وكذا. اوكي. طيب لو حد سألني then what happens. هقول what happens is. وابدأ اقول the details. ودي طبعا what happens. والحاجات دي بتتقال بالذات لما بكون باوصف action او باوصف novel. وفيها events. ناخد بقى عشان نبقى متطمنين ناخد exercises اللي هي بتجنى في الامتحان. في الامتحان. نشوف كده طبعا هنتاكل كل الكل الان شاء الله اجزاء الامتحان كله بس. يعني بالتدريق كده. ان شاء الله مع اليونت اللي جاية برضه. نمبر وان. to the correct answer. from A, B, C or D. question one for the choice. Bertha. Bertha is the main character. with space. in Dickens story. the cricket on the hearth. عندنا في الريدن بتاع يونت 2. story. يعني زي plot كده. plot summary لقصة Charles Dickens الشهيرة. the cricket on the hearth. اوكي. فانا هنا برته. برته دي. هل هي main moral? or main hero? or main personality? or main character? excellent. we have studied that the person in a novel is called character. رابع عليكم فكرنا صح. فعلا الشخصية في الستوري بسميها character. so, Bertha is the main character. letter D character. number two. فلتشويس. علي. put. with space. on the walls. then. and then. painted them. white. زي ما احنا شايفين انه علي. put. A. on the walls. على الحيطان الاول. وبعد كده. painted them in white. او painted them white. هل هو عالي هيحط. plaster first. ولا sculpture. ولا statue. ولا polyster. ولا polyster. polyster كلنا عارفين هو material من ال clothes. من ال clothes من القماش. طيب statue. no. لان statue اللي هو التمثال. طيب sculpture. لا برضو. لان sculpture هو نوع من نحت. او شيء ممحود. طبعا زي ما احنا تعرفنا عليها في ال vocabulary. اللي هو plaster. اللي هو الجبس. اللي هو اخر لا يربط تحطى قبل ال painting. نينجي نوع تاني من ال question. او question number three. ديكن's father. went to prison. because he was passed into death. طبعا دايما عندي في يون. في الفرست lesson of any unit. بيديني listening. ولسنين دي very very important. زيها زي reading. لانه بيديني more information about certain things. في اللسنين تاع unit two. lesson one. it's about charles dickens. ومن ال details اللي عرفناها عن charles dickens. انه his father went to prison. okay. why. because he. هنشوف كده مع بعض. gets into death. or gets into death. or had got into death. or has got into death. طبعا هو السؤال دا شوية جايب من البوكاب على ال grammar. بس احنا هنركز بقى شوية في ال grammar. بنقول انه انا عندي دلوقتي. وينت دا اكشن one ولا two. اكيد two. لانه هو راح السجن. اكيد في سبب قبل السجن او قبل دخول السجن حصل. فالسبب اللي قبله دا هيبقى اكشن one. واحنا اتفقنا لما يكون عندي two actions in sequence. بدي. ادي عندي went. past sample. يبقى بقي لي past a. excellent. بقي لي past perfect. والpast perfect اتفقنا اللي هو بيتكون من. had. plus the past participle. هنا اللي هو يبقى a b c. or d. excellent. c. that is had got. had got. يبقى هنا عندي action one. had got into debt. اللي هو لما بيكون شخص عليه او تورد في ديون. فبقول عليه. got into debt. او got in debt. اوكي. والاكشن التاني went to prison. ثمين. بعد كده برضو في choice. we are still in the choice. he was pays the exam until he had read it carefully. طيب. he don't answer. hadn't answered. didn't answer. won't answer. خلي بالنا بقى كويس ان انا عندي هنا. احنا قلنا ان اي tense بيبقى لي keywords. ومن ضمن ال keywords بتاع past tense اللي هو until. until دي لما بتيجي لازم بيجي معيها two tenses. اوكي. بيجي معيها past sample. وبيجي معيها past perfect. بس هنخلي بالنا ان until بيجي قبلها past sample. بس take care بيكون negative. بيكون negative past sample. negative. اوكي. يعني فعل منفي في الماضي البسيط. وبعديها بيجي had وال past participle اللي هو الماضي التاني. معناها ايه الجملة؟ معناها انه ما جاوبش اللي امتحين الا لما اراه كله careful. ودي طبعا advice لنا كلنا ان ما نجاوبش any question. الا لما نقراها كلها كويس جدا. اوكي. until he had read it. طيب احنا عندي had read. وخلي بلنا من نطق الفعل read. اوكي. الفعل read لما بيكون في present. take care. الفعل. الفعل read لما بيكون في present بقراها read. اوكي. لكن لما بيجي في past على طول بقول red. read بقت red. like the color red. زي color اللي هو ايه؟ red. زي اللون زي ما بنطق اللون اللي هو red. اللون الاحمر. فبيبقى read. red. والثالث زيه بيكون red. يبقى هنا بنطقها بقول had read. عشان كده لو انا بسمع حد. اقدر اميز هو بيكلم في present ولا في past. لو هقول they read او he reads. he reads. يبقى في الحالة دي present. لكن مجرد ما يقولي they read او he read. على طول اعرف ان هو بيكلم in the past. اوكي. طيب. يبقى هنقول هنا. don't answer. hadn't answered. didn't answer. or won't answer. احنا اتفقنا ان هو. لازم يكون past sample. بس negative. طبعا. excellent. زي ما قلتو. انه past sample negative هو. didn't answer. here. here we have another kind of question. that is a little bit new for you. ده طبعا نوع جديد من الاسئلة. اللي موجودة في امتحانك السنة دي. وده انتو مش متعودين عليه من تلتة اعدادي. لكن هو very simple. اسمه find and correct the mistake in the following sentence. خلي بالك انت عندك two orders لازم تعملهم. او مطلوب منك طلبين. number one find the mistake. number two correct the mistake. لو انا كتبت بس ال correction. يبقى انا هنقص نص الدرجة. لان الدرجة كلها انا باخدها على finding. نص الدرجة. وعلى correction. نص درجة كمان. يبقى هعود نفسي من دلوقتي. لما اجي احل السؤال زي كده. لازم اعمل زي جدول كده النفسي. او اكتب المستيك. وبعد كده ال correction بتاع. اوكي. وطبعا لازم ابدأ احل على طول in written. من اول unit. من اول مذاكرتي. اوكي. عشان ابقى متعود. number one. shocked means damaged with thin lines on its surface. عشان اسهل عليك. عشان تحل السؤال find the mistake. هغششك حاجة انه find the mistake. كلها هتبقى الاخطاء في vocabulary. يعني ما تدورش وما تتعبش نفسك على grammar. في اولى سانوي ما تدورش find the mistake على grammar. مش هتلاقي. هتلاقي grammar كله مضبوط. اللعبة كله في الكلمات. بتغير حروف. بتغير شكل بسيط. في ايه. في vocabulary. لكن grammar safe. peace. ما تقلقش علي. اوكي. فانا هدور في vocabulary. هلاقي كلمة shocked. معناها damaged. with thin lines on its surface. الله ده احنا اخدنا التعريف ده النهاردة. بس ما كانش الكلمة shocked. اللي هو كان حاجة مشرخة. والسورفس بتاعها فيه lines كده. في خطوط. لكن ما كانش كلمة shocked. كانت ايه. excellent my dear students. كانت cracked. لان هي شوية قريبة من نطق من شكت. فهو يعني بيبقى اللعبة فيه. شوية حروف فيه. الفوكابيولار زي ما التفعل. يبقى cracked. هي اللي مقصود بها. damages. with thin lines. number two. footblers gains a lot of money. footblers gain a lot of money. دي طبعا. الزرب هنا. اللي معه a lot of money. ما ينفعش اقول. huh? gain. right. gain هنا. this is the mistake. طيب. got the correct. لما بقول بكلم عن الماني. لما بكلم عن game first. انا بقول مثلا. gain weight. وزن يزيد. بقول gain experience. يكتسب خبرة. حاجات كده شوية معنوية. لكن لما بتكلم عن الماني. فبقول earn money. بقول earn money. يبقى البرب الصح هنا هو. okay. yes. earn money. number three. a male is an attractive and good dressed lady. good dressed lady. طيب. احنا في reading هنعرف كلمة. yes. حد يكون لابس كويس. ممكن اقول عليه smart. وممكن اقول عليه compound كده. صفة مركبة. فبتبقى good dressed. no. بتبقى. yes. well dressed. yes. ما بنستخدمش good هنا مع dressed. لا. بتبقى well dressed. يعني حد لابس كويس. اقول عليه smart. او اقول عليه well dressed. يعني لابس كويس. او شكل شيء. بعد كده نوع تاني من الاسئلة. rewrite the following sentences using the word or words in brackets. to give the same meaning. هنخلي بالنا من حاجتين مهمين جدا. ان انا هشيل كلمة وحط كلمة او كلمات مكانها من بين الاقواس. واستخدمها في الجملة. الحاجة التانية ان انا هحافظ على the same meaning. هدي نفس المعنى. لان انا لو انا غيرت المعنى يبقى انا كده حليت wrong. حليت خطأ. اوكي. فانا بشوف ايه الكلمة اللي عندي. وخلي بالي برضه من حاجة تالتة. انه اشوف الكلمة اللي between brackets دي. هل هي capital. the first letter فيها capital or small. لانه لو first letter capital يبقى هو بيقول لي. start your sentence with this words. لازم تبدأ جملتك بالكلمة دي. لو هي small. so I'm free to use it inside the sentence. انا خلص طالما هي small اقدر استخدمها في الجملة مش شرط ابدأ بي. او يعني لا اكيد لا اكيد مش هبدأ بي. اوكي. فانشوف بقى كده اول sentence عندي. وبرضه اغشاشك حاجة في ال rewrite. ال rewrite بقى هنا دور على grammar. دور على structure. مش هتلاقي اخطاء يعني سوري مش هتلاقي يعني مش هتغير قوي في ال vocabulary. اوكي. الا حاجات بسيطة لكن انت في الحالة دي بتبقى deal with grammar. يعني فكرة كده يروح شوية لل grammar. فهاشوف اول جملة. she left the room after taking permission. after taking permission. she left the room after taking permission. عندي هنا two actions. she left the room. طالما ده past simple. لفت بس. يبقى ده action 2. after taking permission. يبقى اكيد after. اوكي. يعني هي ثابت الغرفة بعد ما اخدت permission. taking permission. يبقى اكيد taking permission دي هو action 1. اوكي واحنا اتفقنا انه after بيجي بعدها past perfect. و قبلها بيجي او الاكشن اللي هو الاولاني بياخد past perfect. عادة بيكون بعد after. والبعيد عنها سواء كان قبلها او بعدها باكشن بياخد past simple. طيب نجي نشوف بقى مع بعض. she left the room after taking permission. هنا افتر ما جبناش complete sentence لان الفعل مش معروف فهقول after taking permission. طيب انا مطلوب مني ايه مطلوب مني استخدم before. capital or small. before اولها small. يبقى هو عايزني استخدم before inside the sentence. not at the beginning. بقى هعمل ايه؟ هقول she had taken permission before she left the room. هلاحظ انه ترتيب الاكشن مع before عكس after. يعني before قبلها لازم بيجي past perfect. لازم قبلها. ما بفعش يجي بعدها. قبلها لازم يجي past perfect لان عادة قبلها بيكون action 1. وبعديها action 2. excellent. يبقى she had taken permission before she left the room past simply. يبقى انا كده عملت اللي هو عايزه استخدمت before. small داخل الجملة. وفنفس الوقت حفزت على the same meaning. it's very important my dear. number two. Sarah brushed her teeth. and then she went to bid. again we have two actions. and then two actions. action 1 brushing teeth. action 2 going to bid. طيب هنا بقى قال لي استخدم نو سونر. نو سونر هنا اولها capital. يبقى عايز ايه؟ right. عايزني استخدمها at the beginning of the sentence. so we will say no sooner had Sarah brushed her teeth than she went to bid. خلي بالنا قوي من structure ده. لان انا عندي نو سونر. ليها ترتيب معين. لو هي بتيجي في بداية الجملة. فانا بقدي صيغة ال question شوية. وبستخدم بعدها past perfect. والبعيد عنها بيبقى then. وبعديها past sample. يبقى نو سونر had Sarah. اوكي. brush the her teeth طبعا. بعد كده بستخدم then. she went to bid. خلي بالك ممكن نفس الجملة دي تجيلك find the mistake. ويقول لك نو سونر had Sarah. brush the her teeth. then. or when. she went to bid. لا. take care. انا عبقى super student كده. وعارف انو نو سونر بيجي معها then. لكن hardly بيجي معيها. excellent. when بيجي معها when. اوكي. ولكن طبعا بحافظ على الشكل زي ما قلنا. لو انا بقى هجيب. he had. لو انا جايب لي no sooner دي. في small اولها small. يبقى استخدمها في منتصف الجملة. or in the middle of the sentence. في الحالة دي هقول. Sarah had no sooner. Sarah had no sooner. brush her teeth. then she went to bid. فايه اللي بيفرق معي. او ايه اللي بيعملي direction. هو. ان انا take care. هو. اول letter. ده. capital. or small. وبناء عليه. انا ببدأ احل. بعد كده. في عندي نوع رابع من ال questions. وده احنا متعودين عليه من ال prep stage. اللي هو. write what you would say. in each of the following situations. بيجي لي situation. وبيطلب مني. بقول ايه. مش شرط دايما انا بكون باسأل. يعني لان احنا لما بيجي نصحح في الامتحانات. دايما الولاد بيفتكروا انه لازم انا اللي بكون باسأل. لا مش شرط. ممكن يجي لك ال question. او situation. حد بيقول لك حيكو مطلوب منك انت reply. او answer. مطلوب منك انت تجاوب. او ترد. اوكي. يبقى برضو ده عايز. نشوف كده first situation. here زي ما خدنا في language functions بتاعتنا. you can't understand what the teacher said. انت اعد in the class. والمستر بيشرح او المس. وانت you cannot understand. مش فاهم اللي بيحصن. او مش فاهم هو بيشرح ايه. او مش فاهم point معينة. فpolitely زي ما احنا قلنا. بنسأل. politely. وبنقول. excellent. excuse me miss. excuse me mister. I don't understand. can you say that again please. don't forget please. can you say that again please. وطبعا هي هتكون نبسوطة جدا. وهتعد لك تاني. او هتشرح لك in another way. او هيشرح لك in another way. بس اهم حاجة. طالب العلم او الاستوداء. لانت you يعني. to show respect. ويسأل. politely. وطبعا ده in class. or outside the class. على طول احنا لازم. وحنا ان شاء الله على طول مؤدبي. ياس. واسرح لنبعد كده. ياس. you ask your friend. about his birth place. وده احنا قلنا. asking for clarification. اللي هو language functions بتاعتنا. والحاجة التانية. asking for details. asking for details. ودي من السؤال عن التفاصيل. او عن information. personal information. ودي بسيطة خالص. you ask your friend. about his birth place. انت بتسأل عن مكان الميلاد. مكان على طول بيجي في بالي. ها. yes. where. بكل بساطة بقول. where. where you born. انت مولود فين. ده الpearl place. خلي بالك بقى ممكن يقولك. birth date. يبقى في الحالة دي هيجي في بالي ايه. where. no. هيجي في بالي. yes. when. اوكي. يبقى هنا birth place. يبقى وير على طول. طيب. بعد كده عندي نوع بقى very very important. اوكي. وده اللي هيديك information كتير جدا. وهتحست بفرق في مستوك في الانجلش. لو انت ركزت فيه الاسئلة دي. اللي هي direct questions on the content in listening and reading of your units. يعني بيسألني general questions. اسئلة عامة على ال content بتاع اليونت. اوكي. لو انت ذكرت كويس. again the information كويس هتقدر تجاوب. بس عم خلي بالنا ان مش كل الاسئلة بتبقى direct. لا في حاجة اسمها critical thinking. critical thinking. اللي هي اسئلة التفكير النقدي. اللي هي انت فيها to express your opinion. انت بتقول لنا رأيك ايه. هل فيها صح او غلط؟ لا ما فيهاش. اهم حاجة. your answer to be logic and related. اهم حاجة ان اجابتك في السؤال ده تكون logic منطقية وتكون طبعا related. مش ايه اجابة طبعا هتبقى صح. لكن هي open في النقطة دي. طول منطقة اجابتك. related. و logic خلاص. طيب. طيب. نشوف كده. Do you think Caleb. عارفين احنا المين character. احنا قلنا بيرثة. وهي father is called Caleb. عرلمها كده لنفسك زيبه من انطق. شوية قريبة منها في النقطة. بيرثة. احنا طبعا كده ناخد كده كده. رفيو على الريدن بتاعتنا. او على الستوري. The cricket on the heart. بنقول ان المين characters فيها. البرثة. and her father. بيرثة is a blind daughter. is a blind daughter. و blind means can't see. means can't see. okay. her father. كالب. sorry. her father Caleb. بدأ اللي هو. he wants his daughter to be happy. to feel happy. فهي hide the truth. او tell lies. زي ما بنقول. he didn't tell her the truth about themselves. إل truth about themselves اللي خبيها كالب. كانت انو they are very poor. he is very poor. with the house is very old. and the ceiling and the walls are cracked. وانو البلستر falling. حتى الديهان بتاع الحيطون واقع. و very poor و كده. و انها ال father. يعني وصف لها انه هو. he is well dressed. طبعا هو. he weren't well dressed. مكانش فيه بس طبعا كويس. لانه he was poor. كمان وصف لها. انو. he is. يعني. he didn't tell her. that he is an old man. with grey haired. شعره. طبعا grey. اللي هو. انسان يكبر في السن. فشعره بيبقى grey شوية. او ابيض. او بين الرمادي والابيض. كده. عشان. ليدا كله. to make her happy. اوكي. فاحنا سؤالنا هنا. do you think. Caleb. can write. في انه هو. invented things. يقلف حاجات. مش في الحقيقة. to make her daughter happy. طيب. نشوف مع بعض كده. ممكن نقول ايه. ممكن نقول حد يقول. I don't think so. ليه. لانه. because truth cannot be hidden forever. لان لو احنا خبينا الحقيقة. في يوم. اكيد هتتكشف في يوم الايوم. وده اللي happened فعلا with Bertha. when she overheard. لما سمعته. مع Mr. Cricket. اللي هو. their employer. اللي هو اللي كان مشغلهم عنده. وعرفت the whole truth. وعرفت الحقيقة كلها. فاده رأي. بقول. I don't think so. because truth cannot be hidden forever. وممكن حد يجي يقول. yes I think so. المشكلة. ان هو عشان to make her daughter happy. ممكن نكذب في بعض المواقف كده. عشان نسعد الله حوالينا. مثلا. if someone is quarreling with another. ما روحش بقى اقول له. لا ده هو بيقول عليك كذا 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 كذا. الحقيقة كلها. طب ما ده هيعمل بينهم. اوكي. اوكي. طيب دلوقتي ناخد break كده. وبعدين نرجع مع بعض. to discuss the rest of the questions. فاصل. ونرجع ثاني ان شاء الله. وزي ما قلنا انو دي طالما قالك. الاجابة بتاعته بطول ما هي related and logic. it's acceptable and you take or you get the full mark. question بعد كده. do you think Mr. Tackleton. وزي ما قلنا Mr. Tackleton. اللي هو الemployer. اللي هو صاحب العمل. اللي كان شغالين عنده المين characters بتاعنا. اللي هما Bertha and her father. اوكي. do you think Mr. Tackleton. was a good employer. why and why not. لما بيقول لي هنا why. لازم ادي reason. لكن لو ما قليش why. فخلاص بقول I think. yes I think so. oh no I don't think so. no problem. طيب هل انت بتعتقد ان Mr. Tackleton ده. كان good employer. طيب نشوف مع بعض كده. no I don't think so. because he didn't pay. في عندي كذا reason. because he didn't pay enough money to poor people. طبعا مش بيدفع كويس للناس اللي شغالة عنده. خصوصا ان هما كانوا poor. who worked for them. اوكي. طيب. وفيه كمان reason. انه هو and shouted at them. يعني مفهود ان الemployer. good employer. اللي ممكن يجيلك كده. how do you think the good employer. and will pay enough for the people. and treat them kindly. طبعا يعملهم and politely. وده طبعا مطلوب للناس كله. يبقى انا لما اجي اذاكر general questions. ويكون فيها reasons زي كده. it's bitter طبعا ان انا اذاكر all the reasons. عشان احنا زي ما اتفقنا هي English language. so I can talk fluently. في الحالة دي اقدر اتكلم fluently. بكل طلاقة. اكتب paragraphs برضو بتساعدني. وكمان لما باجي اجاوب بقى direct question زي ده. عن ال story او عن ال reading. في الحالة دي انا ممكن انسى جزء. يبقى انا لو نسيت جزء. لانا عندي more than one reason في دماغي. فهقدر اكتبها to get the full mark. فيه question number three. what is the moral of the story the cricket on the hearth. طبعا اي نوفل او اي ستوري. لو ما طلعتش منها بمورال. يبقى داوستن قفطعي. طيب انا المورال بتاعي ايه في الستوري دي. اللي هي the cricket on the hearth. number one we should tell the truth. طبعا it's a must. لازم to tell the truth. لكن طبعا في دومين دي اكتبا في موقف معينة. ممكن to tell lies. زي ما قلنا especially. to for quarrelled. او for fighting people. طبعا مش مش مطلوب ان انا اقول كل ال truth. او as a kind of compliment. لو انا بعمل برضو مجاملة. يعني واحدة لبسة مش كويس. مقدرش اجي كده اقول لها لا انتي مش لبسة كويس. او لبسك مش well dressed. او you're not smart. في الحالة دي لا مطلوب compliment. مجاملة. وممكن اقول الحقيقة in another word. لازم تكون اخلاقنا كويسة جدا مع الناس كلها. especially poor people and disabled people. بالزات الناس اللي هي poor فقيرة. والناس اللي هي disabled بتكون معاقبة. زي ما قلنا عن بيرثة ان هي كانت blind. ولو حد ديف قصم. ولو حد مثلا with a wooden leg or sort of. الناس اللي طبعا زي ما احنا عارفين تبقى sensitive جدا. ولكن تبقى creative وليها وكل حاجة. لكن انا لازم اكون اكون more and more kind with them. ان يكي بقى situation كده منفتكر مع بعض برضو من language functions. اوكي. انسر فلو حد قال لي I don't understand can you say that again. فبوليتلي and with happiness اقول sure what I mean is so and so. بوضح what I meant by my words. اوكي. Don't forget بقى حاجة مهمة جدا. الapplication. دايما لازم تبقى keen on your homework. هناخد homework مع بعض ان انت هتحل ان شاء الله questions. او الexercises اللي موجودة in your workbook. on unit 2. طبعا احنا عارفين انه any information لو مع مناش عليها application تطبيع خلاص. It will be forgotten. اوكي. So the best thing after studying the unit. مسلا we have studied unit 2. So you will start to answer the questions in your workbook on unit 2. اوكي. اوكي. I will be happy if you ask me any question. اوكي. Thank you for your attention. وفي الختام إن شاء الله نتقبل في حلقة جديدة. ومني أنا مس إيمان داعيس. أراق المنا وأطيب التحيات. And goodbye. See you next time إن شاء الله.